تضييق الخناق على جماعة الإخوان في عدد من دول العالم وتشفيف منابع تمويلها دخلت مراحلها الأخيرة القائم بعمل المرشد العام للإخوان إبراهيم مونير كشف عن أزمة داخل الجماعة وانشقاقات ضربت صفوفها الصراعات سبقة للحدث وأنكشفت عنها فهي بين جبهتي محمود حسين في اسطنبول وإبراهيم مونير في لندن إبراهيم مونير لم ينفي وجود خلافات كبيرة وعميقة مع مجموعة اسطنبول التي رفضت كل مبادرات الصلح كما أكد أنه مسؤول عن أخطاء الإخوان في الداخل والخارج إلا أنه تهم محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة بعدم تزويده وإبلاغه بالمعلومات الصحيحة لكي يتخذ بناء عليها قرارات سليمة القائم بعمل المرشد العام للإخوان قال أنه يحاول رأب الصدع وأن التغييرات التي أحدثها كانت بهتف إجراء حركة صحيحية لمسار هذه الجماعة إلى هنا يبدو كل شيء طبيعي لكن حصول الحدث على المعلومات الدقيقة حول الخلافات داخل الجماعة أربك التنظيم وأدخله في نفق تبادل الاتهامات فإبراهيم مونير قال أن المعلومات السرية المسربة حول الانتخابات سربتها قيادات جبهة اسطنبول على موقع تيليجرام باسم السرداب مطالبا من عناصر الجماعة التوضيح كيف تسربت أسرارهم بتلك الدقة إلى الخارج واحتدمت الغلافات بين جبهتي الصراع بسبب ملفين رئيسيين باتا يشكلان عمق الأزمة في الجماعة هما انتخابات المكتب في تركيا وتزايد غضب الشباب من أوضاعهم المعيشية في تركيا وتقييد فضائيات الجماعة في اسطنبول